شرعت جهات حكومية بتطبيق كود البناء السعودي على رخص البناء في مناطق المملكة يتضمن الكود السعودي اشتراطات تضمن السلامة والصحة العامة والاستدامة وتحقيق الكفاءة في المباني وترشيد استهلاك الطاقة والمياه حول هذا التطبيق يلتحق بنا مرسل الإخبارية من الجوف عبد الرحمن البراهيم مهلا بك عبد الرحمن معنا كيف ترصد لنا بدء تطبيق كود البناء السعودي وكيف يتم التعامل معه بالفعل حسن بدأ المطورين العقاريين في تطبيق هذا الكود ولعل من أبرز الإيجابيات حول هذا الكود وأبرز ردود الفعل حول تطبيقه وأن هذا الكود جاء ليلغي كثير من الممارسات السلبية التي وقعت خلال الأعوام الماضية في السوق العقار في مناطق المملكة منها مشاكل التأمين ما بعد البناء واسترامل المباني أو العيوب الهندسية التي يواجهها المواطنين والمواطنات لدى امتلاكهم مساكنهم أو غيرها من المشروعات نتحدث اليوم ونستعرض أبرز تفاصيل هذا الكود وأيضا ردود فعل قطاع التطوير العقاري في منطقة الجوف معي يتحدث إلى جانبي الأستاذ منصور العفاش وهو مطور عقاري في منطقة الجوف أهلا بك معنا على النشرة بداية نستعرض ما هي أبرز ملامح هذا الكود كود البناء السعودي أهلا بكم قناة الأخبارية وأهلا للأستاذ عبد الرحمن الكود السعودي يعتبر مفصل مهم تاريخ 1-7-2021 يعتبر مفصل مهم بتاريخ البناء السعودي لأنه في حفظ للحقوق عن التلاعب وعن اللي سووها أول بعض الدخل على مهنة التطوير فحقيقها في حفظ طيب وللحقوق وللمواطنين بشكل عام كيف يستفيد المواطن من تطبيق هذا الكود إذا ما تحدثنا عن سلامة المنشآت والضمانات المقدمة له طبعا الركيزة هو يعتمد على أربعة ركاز الكود السعودي يعتبر على أربعة ركاز أو أربعة أركان من أهمها بوليسة التأمين اللي تحفظ حق المواطن يعني أنت ما تشتري سمك في ماء بعد ما تنتهي من عملية البناء عند طلب الرخصة وعند تسليم المبنى أو الفلة أنت تشتري شيء مضمون سالم من العيوب الخالي من العيوب الإنشائية يتداول في أوساط الناس في الأون الأخيرة يعني حديث حول ارتفاع تكليف البناء بعد تطبيق هذا الكود ما رأيكم كمطورين طبعا لا شك أن الارتفاع هذا فيه ارتفاع لكن فيه عائد بعد فيه عائد على المواطن فيه حفظ فيه حفظ طبعا كثير من القضايا قامت وكثير من الأمور والشكاوى قامت بسبب بعض المطورين والتلاعب بما يسمى بالفلة الكرتونية سابقا وهذا فيه حفظ يعني مئات الألاف تدفع قبل أن يكون فيه تأمين تدفع أول بالمحاكم وتعويضات فالتأمين مهما كانت قيمته وإن شاء الله أنه يكون داخل يعني داخل النطاق المضمون أو داخل يعني يكون سعره معقول فهذا فيه حفظ حق المواطن يعني لو ارتفعت قيمة الأسعار فيما بعد أخيرا يعني اسمح لي استعرض معك يعني أمرز المعوقات التي تواجهونها كمطورين عقاريين دعنا نتحدث بشكل خاص عن منطقة الجوف والله حنا نتحدث حنا نناشد وزارة البلديات والإسكان طلب خاص لمنطقة الجوف نحن كمطورين لا تعاملون منطقة الجوف كما تعاملون المدن الرئيسية المناطق الطرفية بشكل عام منطقة الجوف أو المناطق الطرفية الأخرى هم يعرفون ولا يخفى ذلك على أحد يعني القوة الشرائية عندنا بالمنطقة ما هي مثل المناطق الثانية فمثل ما بعض الهيئات وبعض الوزارات ما ساوت منطقة الجوف أو المناطق الطرفية بالمدن الرئيسية حنا نطلب كذلك من وزارة الشون البلدية والإسكان أنهم ما يسوون تماشيا مع مثلا هيئة عقارات الدولة استثنت بعض المدن كذلك هيئة مدن استثنت بعض القروض كالجوف وغيرها حنا نطالبهم وبشدة أنهم يرعون هذا الجانب تسهيلا على الناس لأن القوة الشرائية والازدحام الناس أقل من المناطق الرئيسية اللي هم يعتقدون أن المساواة فيها صحية شكرا لكم نتمنى لكم التوفيق أعود لك حسن بشكل عام يعني تطبيق هذا الكود يعني معه رسائل إيجابية تدعو لطمأنينة المواطنين أيضا تطبق الاشتراطات أو تطبق على المنشآت العاملة في التطوير العقاري لتخرج بمخرجات كمنشآت مضمونة ووجود عمالة مهنية مضمونة مؤهلة يعني لتنمية المناطق في جميع مدن المملكة